في حي الحلمية بالقاهرة تنتقل إحدى أسر محافظة الدقالية لتقيم حيث يعمل الأب الذي لديه 12 ابن عاشرهم عاشق للقرى بلغ به ذلك العشق للدخار مصروف أبيه الضئيل للذهاب إلى السينما ليس لأفلامها بل 10 دقائق كانت تعرض بين الفيلمين تحمل لقطات للساحر البرازيلي بليه ولم يكن يدر أن تلك الدقائق كافية لصناعة ساحر جديد حمل أيضا الرقم 10 كمثله الأعلى ساحر حاول والده إغهاض أمه قبل ولادته لكن مشيئة الله كتبت له ولنا طفلا لم يكن يعرف أنه ليس كغيره من الأبناء شخص قال عنه الأبنودي إنه شاعر يكتب بقدميه وينظم بهما مع القرى أحلى الأبيات إنه ببساطة محمود الخطيب فمنذ 66 عاما تزين ذلك اليوم بميلاد لاعب لطالما تغنت الجماهير باسمه وتراقصت أكسادهم على موسيقى أهدافه منذ اليوم الأول له مع النادي الأهلي وهو في السابعة عشر من عمره وبالتحديد عام 1971 حيث فاز الأهلي على النصر برباعية نظيفة كانت كلها عن طريق الخطيب وقبل تصعيده للفريق الأول برغبة من الميستر صالح سليم شارك الخطيب مع فريق الناشئين ضد الغريم الزمالك ليقود فريقه للفوز بسباعية أحرز منها الخطيب أربعة أهداف لينتشر بعدها اسم الخطيب بين جماهير الأهلي بسرعة البرق وتبدأ مسيرة قل ما يحققها أن يلاعب قرة في أي زمان ومكان ولما لا؟ وهو الذي فاز مع الأهلي بعشر بطولات دوري وخمس كؤوس مصرية بالإضافة إلى سبع ألقاب إفريقية خلال ستة عشر موسم فقط كما أنه يحمل رقم القياسي في عدد الأهداف في بطولات إفريقيا بسبعة وثلاثين هدفا خلال تسعة وأربعين مباراة والغريب أن الأهلي تعاقد معه بألف جنيه فقط رقم قد يوضع بجواره سبعة أصفار حاليا للاعب بقيمة الخطيب إن وغد أما مع المنتخب الوطني فقد أحرز مائة وستة أهداف لعل أشهرها هدفها بالكعب في مرمى تونس عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين في لقطة لن تراها إلا من بيبو أما عن أخلاقه فحدث ولا حرج ويكفيك أن تعرف أنه في مسيرة استمرت لأكثر من سبعة عشر عاما لم يتحصل سوى على بطاقين سفراوين وربما هو اللاعب الوحيد الذي عشقه خصومه قبل جمهوره لدرجة أبكته وأبكت الجميع يوم اعتزاله لأن الجميع علم أنه لن يرى سحر اللورد مجددا لتنتهي في الملاعب مسيرة أسطورة حية هي الوحيدة التي غيرت الحكمة إلى أنه من السهل الوصول إلى القمة وليس من الصعب الحفاظ عليها لأنه وصل لها ولا زال يحافظ عليها في قلوب الجماهير ترجمة نانسي قنقر